السلام عليكم يا أصدقاء في هذا الدرس سنتعرف على مميزات وعيوب هاتف سامسونج جالكسي اس عشرين نسخة المعجبين كما تشاهدون فقبل الدخول في صلب الموضوع والتعرف على مميزات وعيوب هذا الهاتف أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا هو أن هذا الهاتف تم إصداره بنسختين أحد النسخ فهي تحتوي على معالج سناب دراجون ونسخة أخرى تحتوي على معالج الكزينوس وأيضا يوجد نسخة تحتوي على 8 جيجا في الرام ونسخة أخرى تحتوي على 6 جيجا في الرام وهذا سيعطينا منطلق لنتعرف على العيوب والمميزات إذا أردنا أن ندرج نسخة السناب دراجون في عيم يعني هل سندرجها في نسخة يعني في المميزات أم في العيوب فأظن أن معالج السناب دراجون هو أفضل من معالج الكزينوس يعني معالج سناب دراجون سيكون من المميزات لهذا الهاتف أما معالج الكزينوس سيكون من عيوب هذا الهاتف أما بالنسبة للرام فقد ندرج 8 جيجا في الرام بالنسبة لهذه النسخة في المميزات أيضا و 6 جيجا في الرام في العيوب وهذا رأيي الشخصي فقط يا أصدقاء إذن على بركة الله لنتجه مباشرة لنتعرف على المميزات أولا ثم بعدها العيوب مباشرة إذن أول ميزة معنا ضمن المميزات المتوجدة في هذا الهاتف الذي هو سامسونج جالاكسي اس عشرين نسخة المعجبين أو فنجد ثمن الهاتف ثمنه يعني يتراوح ما بين خمسمائة وعشرون دولار إلى ستمائة دولار فهذا الثمن هو رائع للغاية أيضا نجد تصميم الجهاز فتصميمه رائع جدا كما نجد هنا يعني ظهر الهاتف فهو مصنوع من الغلاستيك الغلاستيك يعني الزجاج مخلوق بالبلاستيك يعطينا اسم يسمى بالغلاستيك كما تشاهدون يا أصدقاء فهو صعب الكسر وهنا نجد يعني الكاميرات فهي يعني مشابهة تقريبا لنسخة الأس عشرون العادية فيعطينا هذا الانطباع وهذا الشكل الرائع وهنا من يعني في مقدمة الهاتف من هذه الجهة نجد بأنه يشبه يعني الاس الاس والاس 21 بلاس والاس 21 اردخا فهي النسخة الأخيرة من سلسلة اس بالنسبة لهواتف سامسونج أيضا نجد قارئ البصمة يعتبر سريع جدا للولوج إلى الهاتف فهذا يعني من المميزات الرائعة في هذا الإصدار من سامسونج بالنسبة للتقنية التي صنعت بها شاشة هذا الهاتف فهي سوبر اموليد فهي نسخة أو تكنولوجيا رائعة جدا تمكن من مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية جدا توايا على منصة اليوتيوب أو على أي منصة فكما قلت سابقا بالنسبة للنسخة التي أتت بمعالج سناب دراجون فتعتبر نسخة رائعة جدا مقارنة بالنسخة التي أتت بمعالج الكزينوس فتقوم بتوفير الطاقة على البطارية التي أتت ب 4500 ميلي أمبر بالنسبة لهذه النسخة من هاتف سامسونج وهنا نجد آخر ميزة معنا في الهاتف وهو سلاسة الشاشة نجد 60 هيرتز و120 هيرتز فبالنسبة إذا قمنا بتفعيل 120 هيرتز بالنسبة لسلاسة الشاشة وسرعة الشاشة هنا سيكون مشكلة بسيط جدا وهو أن البطارية سيتم استنزافها بسرعة مقارنة بتفعيل 60 هيرتز بالنسبة لسلاسة الشاشة فهنا أعتبر أن من ضمن هذه المميزات وأنه قامت شركة سامسونج بتوفير سلاسة الشاشة التي هي 120 هيرتز فهو أمر رائع جدا إذن وكما شاهدتم بعد أن تعرفنا على مميزات هذا الهاتف والآن سنتعرف على عيوب هذا الهاتف وأولا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي خاصة بكاميرا هذا الهاتف وصراحة لم أستطع شخصيا أن أصنف يعني هذه الكاميرا هل من المميزات أم من العيوب المهم إذا ما اتجهنا إلى الكاميرا فكما تشاهدون فهذه هي الكاميرا فإذا ما أخذنا صورة لهذه الكاميرا بهذا الشكل يعني تعطينا صورة يعني أعتبرها أنا بعيني المجرد واضحة لكن الله أعلم إذ يعني كانت ستعجب يعني جميع يعني يعني معجبي هذا النوع من أو هذه النسخة من الهاتف وكذلك تصوير الفيديو فتصوير الفيديو يصل إلى الفور كي فالمهم صنفوه كما شئتم أنتم يا أصدقاء وإذا أردتم أن تصنفوه من العيوب فلكم الحق في ذلك أو إذا أردتم أن تصنفوه من المميزات أيضا لكم الحق في ذلك إذن بالنسبة للعيوب التي وجدتها شخصيا بالنسبة لهذه النسخة من هواتف سامسونج فقلت سابقا أن النسخة التي تحتوي على المعالج معالج الكزينو سسعمائة وتسعون هنا يقوم هذا المعالج باستنزاف الطاقة يعني طاقة البطارية وكذلك بالنسبة لي إذا أقومنا بتفعيل الثلاثة الشاشة والتي هي مئة وعشرون جيجا هيرت هنا أيضا سيكون استنزاف كبير جدا لطاقة البطارية ولن تصمد معنا البطارية لمدة طويلة جدا حتى وإذ كانت توفر على 4500 ميلي أمبير وإذا أردت أن أضع هذه الكاميرا من ضمن سلبيات هذا الهاتف سأجد أنه يعني هناك مشكلة بسيط جدا أي أن هذه الكاميرا لا تقوم يعني بتوضيح الوجه بشكل جيد جدا مقارنة بالهواتف الأخرى لسامسونج يعني نسخة الأس يعني أس 20 أس 21 أس 21 أس 21 أدخى وإلى غير ذلك من هذا النوع من الهواتف فبكل صراحة فهذه هي العيوب التي وجدتها فهناك مميزات أخرى لم أتعرف عليها جميعها وكذلك هناك عيوب أخرى قد لم ألاحظها أنا شخصيا وإذا لحظ أحدا منكم عيوب أخرى أو مميزات أخرى لا تنسوا أن تتركوها لنا في تعليقات أسفل هذا الفيديو وسنكون شاكرين لكم يا أصدقاء أما الآن فقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أو هذه الحلقة البسيطة أتمنى أن تقوموا بعمل لايك لهذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع وكذلك إذ لم تكونوا مشتركين بعد في القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر